المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعربت المؤسسة عن ارتياحها بشأن إجراءات الصحة والسلامة المتبعة في المملكة من خلال الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها وتوفير مختلف أنواع التطعيمات في المستشفيات والمراكز الصحية بناء على خطة كاملة وشاملة ومدروسة وأكدت المؤسسة أن الالتزام بتوفير مختلف أنواع التطعيمات لجميع المواطنين والمقيمين ودعوتهم الاختيار الأنسب لهم يأتي متماشيا مع التزامات المملكة في ضمان الحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال متطلبات ونصوص آليات حقوق الإنسان ودعت المؤسسة الجميع إلى المبادرة إلى أخذ التطعيم في أسرع وقتنا بالإضافة إلى التسجيل وأخذ الجرعة المنشطة من قبل الأشخاص المؤهلين للحصول عليها وفقا للتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي لحماية ومنح أعلى درجات المناعة للمجتمع بأكمله وأكدت المؤسسة على أهمية تضافر الجهود الوطنية من خلال التزام الجميع بالتدابير الاحترازية كما تقدمت بخالص الشكر والامتنان لجميع الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية وجميع مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص والخدمة الإنسانية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل تحقيق الأهداف التي رسمت للحد من انتشار هذا الفيروس والتصدي له ترجمة نانسي قنقر